والحمد لله والصلاة والسلام على المصلى أخذ اليوم أدب من آداب بل يجب أن يعمل بهذا الحديث أو بهذا الأدب الذي بصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل هذا شيء مخري يخدشه الآداب الإسلامية وهي غش وكثير من الناس قد يقعون في الغش سواء في التجارة أو في الدراسة أو في المعاملات أو في الزروع أو غير ذلك الغش بالأخص في البيوع والزراعة وحتى هوات كيميائية الناس يغشون وفي الدراسات كذلك حتى في الدين يغشون حتى في شهادات بالغش يأخذون قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من ديننا جاء في حديث صحيح الذي رواه مسلم من حديثة بحرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة على صبرة طعام يعني كومة كومة أحنا نسميه كومة كومة صبرة طعام صبرة كومة المجموع من الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا نالت أصابعه أصابعه بلل يعني رطوبة فقال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يعني مطر أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلكه فوق الطعام كي يراه الناس يعني لماذا ما قلبت أبو طوبك انت ضاعفك كي يراه الناس ثم قال من غش فليس منها وفي رواي أخرى من غشنا فليس منه نفس المعنى الأمانة من محاسن الأخلاق لا شك فيه والتعامل في التجارة والأمور المادية يستلزم ماذا؟ الأمانة الذي لا يتعامل بالأمانة في التجارة لا يتاجر حتى تتم الأمور والتعاملات بين الناس بلا منازعات حتى ما يكون فيها اختلاف بين البيع والمشتري وبلا إثارة شرور في المجتمع وعلى العكس من ذلك أن الغشة والخداع يجلب ماذا على المشتري والويلات والبغضاء والفشاح والفشاح ما بين الناس ما التقاتل ربما يقاتلون بأجل الغشة هذا الحديد يوضح لنا أن الغشة ليس من الإسلام وأن الغشة على خطر وأن الغشاش على خطر عظيم أن يرويه أبو هريغة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبر طعام وصبر كما قلنا كوما مجموعة من الطعام سواء من القبح أو الشعير يعرضونها التجاب لبيعها فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في جوفها داخلها فوجد بللا يعني أصيب في أسرع الطعام وجاء في رواية بداود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعام فسأله كيف تبيعه فأخبره فأوحى إليه يعني أحى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلود هذا الرواية يعلم النبي أنه لا ينبغي كل واحد يدخل يده ومشوره هل مبلود ولا لا لأصل البايع يكون عن ثقة والسلامة لكن يبدو أن الوحي أن لا يقبل أي واحد أن تضع يدك في أسفل الطعام نعم فكان إدخال يديه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بوحي بوحي من الله سبحانه وتعالى فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام فأخبره التاج أو البايع أنه قد سقط عليه المطر فظلله هذا يعني أنه جعل الجاف طعام الجاف الصحيح ظاهر والمبلول الردي السيء في الأسفل يعني حتى لا يرمي خدع الناس ويرغش الناس فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ونباهه إلى أن ما ينبغي أن يعمل في هذه الحالة قال أفلا جعلته فوق طعام ما في مشكلة قال ما ترسل لكن اجعله حتى الناس يرموه يعني تخرج الحبة المبتل من أسفل إلى أعلى حتى يرام الناس المشتهون ويكون على بين ويعلموا بحال بحاله وما فيه من العطب والبلل وقد كانوا يتبايعون بالصبرة قديما صبرة كاملة دون النظر يعني كومات نحن ربما نقول بالقونية شوار دون النظر إلى ما فيها وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا التاجر غشا فقال من غش فليس منا أمن خد عن ناس بأي صورة فليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته وهذا زجر شديد من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تهديد لمن تماد في الغش بأن يخرج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الغش الذي في كندا مثلا يبيعون أشياء يسمون آزز هي أن اشتريك كما هي ما يعرف مع أنه هو يعرف لكن لا يبين يقول أنا ما لعلاقة طيب أنت تعرف يجب عليك أن تبيين سواء سيارة أو بيوت أو أثاث لا بد أن تبيين عيب وإلا يكون بيعك حرام خلط المال الحلال بالحرام يجب عليك أن تبيين لم تبع خلص هذا الذي عندي وسنأتي وهناك غش أنواع من أهل الغش في البيوع هذا نوع لو غش في البيوع وغيرها من المحاملات ومنه حديث البعض وغش في الزروع غش في الحيوانات فإنه يضع بعض الحبوب حتى يسمع الدجاج أو يسمع الخروب وما شف ذلك أو الزروع يضع مواد كيمياوي بغش بلاستيكي وكذا المهم لا يقول للناس حتى يستفيد وأيضا الغش في النص كذا في النوع الثاني الغش في النص والمراد بعدم الإخلاص في النص إذا رأيت مثلا إنسان سواء شيخ أو إمام أو خلان أو كذا أخطأ وأنت إذا ما نصحته وغشيته يجب عليك أن تنصحه تبين الصح من الخطأ وكذلك هناك الغش للرعية الحاكم وولي الأمر أو إمام إمام المسلمين أو إمام من النزل يغش غعيته جاء في حديث صحيح متفق على من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه 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 رعية يموت يوم يموت وهو غاش من رعيته إلا حرم الله عليه الجنة هذا طبعا من نصوص الوعيدة ومن أهل العلم من يرى لا يتعرض إلا في هذا لأن لا تذهب هيبته لا يشرح هذا حتى الناس يخافون ومن أعظم الغش في الدين كما فعل أحبار من إسرائيل حينما كنتموا حينما كنتموا الحق وأظهروا للناس الباطل يبتغون بذلك عرضا من الدنيا فضلوا من قبل وأضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل فكتما فكتمان الحق يزداد ثم خير الإسلام عن المبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكتم بن صيفي أو أكتم بن صيفي الغريب الناصح قريب والقريب الغاش بعيد وقال ابن حجر الهيتم كثرة تصلة الكفار على المسلمين والله كأنه يتكلم عن حالنا كثرة تصلة الكفار على المسلمين بأسر ونهب وأخذ الأموال والحريم فإنما حدث هذه الأمور في هذه الأزمنة المتأخرة لما أحدث التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثرة والمتنوعة وعظام ذلك تلك الجنايات والمخادعات والتحيلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليه لا يراقبون لا يراقبون الله المطلع المطلع عليهم لأن كانوا يخاطبنه أو في عصر العيش قال أبو الخير التينات هي القلوب ظروف فقلب مملوءة إيمانا وعلامة الشفقة على جميع المسلمين والاهتمام بما يهمهم ومعاونتهم على مصالحهم وقلب مملوء نفاقا طيب علامته الحقد والغل والغش والحسن إذن من النفاق قال مبارك ابن حمد قال مبارك أبو حمد سمعت السفيان الثوري يقول فيما أوصى به علي بن الحسن السلم وصيته ما ذك قال عليك بالصدق في المواطن كلها وإياك وإياك والكذب والخيانة وإياك والكذب والخيانة ومجالس أصحابها فإنها وزر كله وإياك أن تخون مؤمنا فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله وكن ظاهر القلب نقي الجسد من الذنوب والخطايا نقي اليدين من المظالم سليم القلب من الغش والمكر والخيانة خالي البطن من الحرام فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام هذه وصايا مهمة جدا من بغي أن نأخذه بعين الهتباء قال عبد الله ابن الحسن لابنه احذر مشورة الجاهل احذر مشورة يعني لا تشاور جاهل وإن كان ناصحا إنه جاهل كيف يكون ناصحا ما يعرف كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشا إذا كان عاقل غاشا احذر فإنه يوشك ويورطك بمشورتها فيسبق إليك مكر العاقل وتوريت الجاهل فقال سريه السقط خير الرزق ما سريم من خمسة أرضى الرزق ما سريم من ختم إيش من الآثام في اكتساب والمذلة في الخضوع في السؤال والغش في الصناعة وأثمان آلة المعاصي وممالات الظلمة ثم نستفيد من هذا الحديث بعض الفوائد نذكر الفائدة الأولى في هذا الحديث حديث الباب دلالة على تحريم الظش وأنه من أكاة من آه من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشك ليس مننا ليس من ديننا ليس من الإسلام ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني وقد هذه العبارة أن كثيرا من السلف لا يخوضون في تأويل مثل هذه الأحكام حتى يكون أزجر في قلوب الناس يعني تترك كما يون وفي الحديث أيضا فائدة الزجر والنهي عن المغش في كل الأمور وفي المعاملات أو يعني في الزروع كما ذكرنا وفي الدين وغير ذلك وأيضا ضرورة تبيين عيب السلعة المشتري يجب أن يبين عيب السلعة وأيضا يستفقى من هذا الحديث أن الحاكم يستظهر أحوال الناس كما استظهر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل البايع وينصح من يحتاج للنصيحة وأيضا يستفق حرص الشريعة على إبعاد كل ما يحصر به ضرور لمسلم سواء في دين أو دنيا سواء في دين أو دنيا نسأل الله أفضل لنا ولكم ووزقنا وإياكم الصفحة والإخلاص في القول والعمل وإباعدنا وإياكم من الحرام والغشي وما لا يرضى به من الأقوال ولا خالى الظاهر والبطن صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أبينا صحيح ترجمة نانسي قنقر